ونسجيناه والأطرا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين ووهبنا له إذ آقا يعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين محيط وبحر من النغم هذا الرجل الذي أذن بكل المقامات بل تفرع إلى فروع المقامات وإلى الأسلوب الشرقي والغربي أبدع في الإنشاد إلى الآن نرى الشباب والأطفال يقولون ما قدمه من موشحات وأشهر أعماله مثلا مولاي كتبت رحمة الناس عليك فضلا وكرم الشيخ علي محمود من الأصوات الندية الشاجية في تلوة القرآن تمكن لدرجة أبهر من هم متميزين في عالم الموسيقى وسنعمل مقارنة بسيطة جدا بين أسلوبه في القراءة وأسلوبه في الإنشاد نلاحظ في الإنشاد يرتجل ويتحكم في صوته بهذا شكل يا أيها المختار تكنيك صعب جدا أما في القراءة اعتمد على الأسلوب الصريحة بسم الله الرحمن الرحيم لا يأتي بجمع نغمية أو يأتي بعرب كثيرة يعتمد على الأسلوب الصريحة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم رحم الله القارئ الأسطورة الشيخ علي محمود